السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزي وطلبة الصف الاول السنوية العام اهلا ومرحبا بكم معكم عندسة秘 confidentiel بنام. النهاردة ب اذن الله هنبتد مع بعض بنامازج انتحانات الكتاب المدرسي في الجبروفساب المسلسات. انا عنده 4 نمازج. اتنين جبروفساب مسلسات واثنين هندسة. هنبتد ان شاء الله النهاردة حل النموذج الاول مع النموذج التاني يعني ربنا يوفينا وناخذ النموذج التاني بالكامل مع النموذج الاول في الجبر احسابه مثلا زي. دي عسئل الكتاب المدرسي. يعني ان شاء الله انت حال نص السنة مش هيخرج برا النموذجين بتوع الجبر. والنموذجين بتوع الهندسة. طيب. بيقول لي في السؤال الاولين في النموذج الاول اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المطابة. فولي ازا كان لام وميم جزري المعادلة التربعية اللي هي قدمكم دي كده عبارة عسين تربيع مواصل سبعة عسين زادة تلاتة تسيوسف. طبعا لحنا تعلمنا ازاي نوجد بدون حل المعادلةholders. مجموعة الجزرين وحاصل ضرب الجزرين. ان مجموعة الجزرين عبارة عن السلب وعمل السين على ماهمل السين هتربية. يبقى سالب في سالب سبعة بمجاب السبعة. على ماهمل السين تربيع الله بواحد يبدين أكام يديني سبعة. يبقى عندي سالب. في سالب سبعة على موجب واحد. سالب في سالب وموجب يبقى موجب سبعة الواحد فكام في قام موجب سبعة? يبقى انا عندي هنا مجموعة جازرين اللي هو سالب بها الالف اللي هو سالب معامل السين على معامل السين تربيع بسبعة الواحد فكام فيها السبعة طب حاصل ضرب الجازرين لو كان قلنا عايز حاصل ضرب الجازرين لام في مين اقول له جمع الالف اللي هو الحد المطلق على معامل السين تربيع ثلاثة على واحد فكام فيها الثلاثة يبقى انا عندي لام في مين معبارة عن ثلاثة لكن لام زاد المين معبارة عن كام بسبعة بقول إذا كانت جا سيتا تساوي سالب واحد وجا تا سيتا تساوي صفر فإن سيتا تساوي نقط طيب إيه الزاوية اللي جا بتاعتها بسالب واحد والجا تا بتاعتها بصفر هي المتين والسبعين اللي هي عبارة عن ثلاثة باية على الاتنين فالتباية على الاتنين فالمتين إيه؟ بسابعين بقول الموضلة التربعية التي جزرها اتنين وستين واتنين زادتين طبعا دراسته تحديد نوع جزرين موضلة تربعية بقلنا اللي احنا عندنا تلتة انوايا جزران حقوقيان مختلفان اللي انا عندي جزرين هم الملمين والاتنين مش شبه بعض. بقلنا اللي انا عندي جزران حقوقيان متساويا يعني الجزرين بيساوب بعض. وجزران مركبان مترافقين يعني فيها هي Jordan تخيرية زي جزرين اللي هم قدما بدور كدا. اللي انا عندي احد الجزور هو مرافق مرافق للجزر الواض Mackay. طيب بقول لي المعادلة التربائية. طبعا لما نيجي إنكون نمواني التربية بقول سين تربية نقص مجموعة جزرين زيت حاصل ضرب الجزرين. طب لما اجمع الجزرين اتنين نقص تلاتة مع اتنين زياد تلاتة ايه. اسأل التلاتة ايه. هتطير مع الموجة التلاتة ايه. اصبح معي اتنين زيت اتنين بكام باربعة. يبقى انا عندي مجموعة الجزرين باربعة. حاصل ضرب الجزرين لما اجي اطرب العدد في المرافق بتاعه وبطرب الاول في الاول نقص التاني في التاني. الاتنين في بتنين باربعة ناقص تلاتة في تلاتة بتسعة تفت بتيف تربية. وحنا عارفين ان ان تيف تربية عندنا بقائم بسالب واحد. بسالب واحد. لما دي السالب واحد يترفق ترك بسمب تنم نجح بواحد اربعة وتسعة كام بتلاتة وشهر. يبقى انا عندي من جازرين باربعة وحاصل درب الجازرين عندي بقائم بتلاتة وشهر. طب كلهم فهم مربعة وكلهم فهم تلاتة وشهر. طب الع twentoun بتاعي. لعندي سن تربيةung. هادي تحصل ضرب الجزرين بقى الإجابة عندي رقم به اللي هو سين تربية النقص للأربعة سين زاد مين التلات وشر. طيب السؤال رقم أربعة بيقول لي إذا كان أحد جزري المعادلة سين تربية نقص ميم زاد الاتنين سين زاد الثلاثة الساوسف معكوز جمعي للجزر الآخر يعني ما معكوز جمعي للجزر الآخر يعني لم زاد المين تساوسف طيب أنا عندي لمزة دي ميم لسا إلينا في المسألة الأولى فوق اللي أنا عندي مجموع جزري المبي يساوي صفر ومجموع جزري المبي يساوي سالب بي على الألف وإن عندي البي هنا كلها عبارة عن سالب ميم زاد الاتنين. سالب يفتح قص ميم زاد الاتنين على معامل الألف اللي هو عند الكلام هنا. يبقى سالب ميم زاد الاتنين على واحدة ساوسفر يبقى كم تنم ما هي بكى مباشر بسالب اتنين. أكمل ما يقضي. الصورة التانية الدلة ده حيث الدلة سين تساوي سالب سين ناصل واحد سين زاد الواحد موجبة في الفترة المتابعة. طبعا انا اخدنا ازاي نعين اشارة الدواء? صح ولا? وعيننا اشارة الدلة السبتة والدلة الخطية والدلة التربعية. ده الخط المستقيم دائم. وبقول لي هنا هو اجيب له اصلا من التحليل يعني اجيب له كوسين متحللين جاهز. هنا عبارة عن سالب اتنين. وطبعا ده الكيمة اللي بتخليل الدلة دي بسفر. وهنا بواحد. طبعا ده الكيمة برضه تخليل الدلة هنا كم؟ بسفر. وهنا السين في سين بسين تربية. والess Well… هنا في اشارة سالبة يبقى شرعة السين تربية ملكة موجبة repairing? لا السالبة واحنا ملوitzer في الموice التربعية بتعديد شرعة الموice التربعية مسل وهنا مسل وهنا عكس. تمام? طبعا. يا ليه مسل ومسل عكس? يعني مسل لا شرعة سين تربية. مسل لا شرعة سين تربية عكس لا شرعة السين تربية. انا عندي شرعة السين تربية سالبة يبقى هنا سالب وهنا سالب. والي سالب بس هنا ايه موجب. هو طالب مني بقى الفترة السالبة ولا الفترة الموجبة? قال لي موجبة في الفترة يبقى موجبة في الفترة بتاعتني من سالب اتنين لغاية مين? الواحد. طب لو قال لي السالبة فين? هقول له من سالب ما لنهاية سالب اتنين اتحاد واحد وما لنهاية? او حافر الفترة المغلقة سالب اتنين وكام وواحد. طيب ده لو قال لي الفترة السالبة لكن الاجابة عندي هنا لانه هو اعزينا الفترة موجبة. هقوله. في الفترة الفاتية. الفترة طبعا مفتوحة. سالب اتنين وكام واحد. الزاوية التي قياسها تسعمية وتلاتين. طبعا تسعمية وتلاتين. كيما اكبر من تلتمية وستين. هقول تسعمية وتلاتين. نقص. تلتمية وستين. هدينا خمس ومية وسبعين. طيب اطرح منها تاني تلتمية وستين. هديدنا كام ميتين وعشر. فابدر اطرح منها كده لغات موصل لكيما. موجبة محسورة بين الصفر والتلتمية في طرقت منها مرتين الطبقة مئة والسستين اللغات مدتني مئتين وعشرة. فمئتين وعشرة دي تقع في اينهي الربع. تقع في الربع التالت يبقى ايزا نتسو مئة ولتلاتين تقع في الربع السالس. اذا كان جاتا سيتا تسوي نص وجاة سيتا تسوي سالي جزيرة تلاتة على اتنين. لاحظ ان ايه الزاوية اللي تقعت بتاعتها بنص والجات تعيتها تتعادية ت dess 저는 من السلطة دلوقتي. هي ستين. طيب. انا عندي الجاتة موجبة على انه رابع ومعاها الجا سالبا. انا عندي الجا مجابة في رابعين. الاول والرابع. والجا مجابة في رابعين في الاول وفي التاني. يبقى ازا سيتا بتاعت دي يتقع في انه رابع في رابع الاول. ولا الرابع? لا تقع في رابع الرابع. ليه? لان الجا في رابع الرابع مجابة. والجا في رابع الرابع سالبة. يبقى قوة تلتمائة والستين ناقص الستين هتطلع معايا بكام? تلتمائة. يبقى قيمة سيتا معايا هنا بكم درجة دلتمية ضرب. بقول الموادلة التربعية التي جزراها ده جزرية الموادلة اتنين سن تربية ناقص تمانية سن زائد الخمسة. طبعا اول حاجة هنا هنجيب هنا مجموعة الجزرين وحاصل ضرب الجزرين. هنا لم زاد الميم هنساوي كان سالب بي على الاف. البيه عندي بسالة تمانية. انا متضرب في السالة بتدينا موجة بتمانية على الاف اللي هي باتنين. هتطلع ماك كان باربعة. طب حاصل ضرب الجزرين لم في ميم خمسة على كام? خمسة على اتنين. دا كده مجموعة الجزرين تحاصل ضرب الجزرين. بيقول لي كون الموادلة التربعية التي غزراها ضعف. يعني ضعف? يعني جزر kant ماه عندي انا كونها قد جزري معدلة اصلية مردين. يبقى انا انا عند الموادلة بتاعتها عبارة عن اتنين لم زادت لاتنين ميم بزادت لاتنين ميم عبارة عن اتنين عامل مشترك لم زادت الميم. دا كده مجموعة مين الجزرين. طب حاصل ضرب الجزرين. عبارة عن اتنين لام. مضروقة في اتنين مية. الاتنين في اتنين باربعة تدقينا اربعة لام مية. يبقى انا ازل عندي هنا مجموع الجزرين. انا عندنا باربعة لما اضربه في اتنين هيدنا كام تمانية. مجموع الجزرين الجديد هيدنا كام تمانية. فحصل ضرب الجزرين اربعة لام مية. انا عندي لام مية بخمسة على اتنين. لما تدريب في اربعة هيدنا كام عشر. يبقى المعنى اللي بتاتي عبارة عن سين تربيع نقص تمانية سين زائد مين العشر ويساوي سفر. دي كده مواللة تربعية التي جزرها ده جزرها مواللة تربعية اتنين سين تربيع نقص تمانية سين زائد الخمسة تساوي سفر بقول لي بعد عدد اتنين نقص تلاتة على تلاتة زائد الاتنين ته في سورة عدد مركب حيث ته تربية بسالب واحد اول حاجة عدد اتنين نقص تلاتة ته على اتنين تلاتة زائد اتنين ته طالما عندي عدد تخيلي او عدد مركب في المقام لازم ان اضرب في المرافق بتاعها بسط ومقام اضرب هنا تلاتة نقص الاتنين ته على تلاتة نقص الاتنين ته هتساوي شرط الكسر belki المقام سهل لانا فوق طالما بضرب العدد في المرافق بتاعها بحضرب الاول في الاول والتاني في التاني طبعا دي تلاتة التلاتة في تلاتة بتسع والسالب في موجب سالب والاتنين في اتنين واي P4 وتي في تي بتأي تاربيع هنigare الثاني التي تيربه عندنا كان بسالب واحد والسالب ده ادينا مجب واحد يبقى المقام كل عنده كان في تلات واشرة. نمسك بقى البسط. اللي عندي هنا بقى بضرب العدد في نفسه مرتين. يعني عندي تنين بقى قص تلاتة تحونا بس الثانية تلاتة نغص تلاتة انقص التين ت Lil بقى هضرب الاول في التاني كله في المقدار التاني كله. اللي اتنين في تلاتة بستة. والمجب في سالك بسالك. и ter talach. لحظ er n معي طيب هنا بقي السالف موجب بسالب. والتلاتة في تلاتة بتسعة? والسالف في سالب بموجب. والتلاتة في اتنين بستة. تف في تاي؟ بتياطة ربي عندنا بتابة تربية بكام? بسالب واحد. ماذا تغريد الشهر دي خليها للسالب. فازال السالب ستة ه supporter مع مين مع الموجب ستة. وازبح مما في البص السالب ااربعة ناقص تسعة سالب اربعة ناقص تسعة دينا كان؟ السالب تلاتاشر. يبقى سالب تلاتاشر على التلاتاشر يبقى الناتج معها كلهم كام يا مؤمن بسالب تب. كده انا بسطى لقى ابسط عدد مركب اللي هو كان بسالب تب. طيب بيقول لي ازا كان وركز معه في السؤال ده جامد قوي عشان السؤال ده مهم. يا مساح ده. بيقول لي ازا كان. اربعة جا سيتا نقص تلاتة تساوي سفر اوجود سيتا حيصو سيتا تنتمي للفترة سفر وباقي على اتنين. يعني سيتا تبقى تزاوي حد ده لانها تتمنى السفر وباقي على اتنين لها كانت تساويين. طيب اول حاجة ننقل تلاتة معكس الاشارة يبقى عندي اربعة جا سيتا تساوي تلاتة يبقى الجا سيتا هتساوي كام? تلاتة على الا اربعة واعمل شفت الصين تلاتة على اربعة هتطلع معي بالدرجات والدعائق والسواني. ده كده قيمة سيتا اللي انا هاخدها مباشرة. طب ليه كمال سيتا اللي انا هاخدها مباشرة? مباشرة مش هادف عليها مسلا مية وتمانين ولا هطرح منها مية وتمانين ولا تتمنى ستنة وكلام كله. لان انا حكمني بالشرط. قال لي سيتا تنتمي لإيه? قال لي سيتا تنتمي للصفر وباقي على الاتنين. يعني السيتا بتاعتبار عن الزاوية حدة. اللي هي تطلع مباشر معاك على الالة على طول. ازا كانت دا من ح على ح يعني المكان عندي ح عيزة دل السين تساوي السالب سين تربيع زاية تمانية سين ناصل خمستاشر. بقول لي رسم المنحانة دل في الفترة طبعا انت هتعمل جدول. انا هقول لك بس الجدول بتعمل ازا? وعدين انت عاود وارسم الجدول بتاعك. هتعمل جدول. بالشكل ده كده. تمام? هنا في سين وفي صوت. هنا سين. وهنا الصوت. قال لك الفترة اللي انت هتعمل بها من اول واحد لوقات السبعة. تقول واحد. اتنين. تلاتة. وهكزا لغات ايه? السبعة. وتشير كل السين هنا وتحط كموتها بواحد وتعود بانها تطلع كيمة الصوت. يبقى سيال واحد تربية زاية تمانية في واحد ناصل خمستاشر. وتطلع على الكيمة ايه? بتاعتك هنا. وهكزا لتن تربية. سيالة باتنين تربية زاية تمانية في اتنين ناصل خمستاشر. والكمية تطلع معك على كمانا. وحطاها هنا وكانت ترسم الدلة التربية. ومن الرسل بقول لي اعين اشارة الدلة. يعني اعين اشارة الدلة. يعني عايزة عارفة فترة بتاعتك ديت. هكون موجبه فينه. السالبة فينة هو الصوت صفر فين. يعني مسلا. ولييكون ان الدلة بتاعتي كان التلات معي بالشكل ده كده. هنا سالة تلاتة وهنا واحد. ان الدلات بتاعته موجبه يعني موجبه الجزء اللي بيكون مرسوم فوق محور السينات بيكون مجابة فيه. واللي بيكون مرسومة اسفل محور السينات هبكون سالبة فيه. بمعناء. يعني مثلا انها عندي من اول هنا كده مجابة. ليه مجابة? لانها فوق محور السينات. جات هنا بقت سالب. جت هنا بقت مجابة. اصبحتت تحولت من تحت ما هو السينات لي فوق محور السينات. فازه الان فترة بتاعتة مجابة من سالب ملع نائها لسالب تلاتة والحيات واحد لملع نهية. وسالبة من سلب تلاتة وواحد. وبتسوي صفر عند سلب تلاتة وكامل? والنقطة واحد. ازا كانت سين تسوي تلاتة زائد الاتنين تاني. وساط تسوي اربع ناصر الاتنين تاعي واحد من نقص ستين. او كدسين زائد الصوت في صورة عدد مركب. طالب مني هنا مجموعة دتين مركبين. عشان اوجد مجموعة دتين مركبين لازمة لابسط التاني ده وخليه في ابسط صورة. هعمل زي المسال اللي فوقه بالزبط. زي المسال ده. اضرب في المرافق بتاع المقام بسط ومقام وبخليه في ابسط صورة. بعد ما بسط العدد بتاعه خليه في ابسط صورة اجمع الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي وجزء التخيلي مع الجزء التخيلي. اوجد في حوام مجموعة حل المتبينة. تعالوا كدر اجزوا معاك مجموعة حل المتبينة. او رقم واحد عبارة عن المعادلة ديت اعرف حللة اه اعرف حللة. ليه? ادو جسين مضروبين في بعض. هنا سين. وهنا سين. طبعا هنا الاربعة في واحد مش اللي اتنين في اتنين. لها الاربعة في واحد. عشان لما ترحم من بعض يدوني كان تلاتة. طبعا الكبير زالف الوسط والصغير ايه? عكس. يبقى انا عندي هنا سين بسلب اربعة. مسل على خط العداد. عكس الاشارة. وانا عندي هنا سين بسلب اربعة. والصد من اولين السين لما تناك كام واحد. طبعا حتى فانا لسه لمن شوية. مسل. مسل عكس. اشارة السين تربية هنا منجبة. يبقى هنا منجب. وهنا سالب. وهنا ايه? طيب. بكل اوجد في حال مجموعة حل المتبنية. انا ازل الفترات المنجبة. اللي اقل من او تساوي السفر. يعني الكامل سالبة اللي هي اقل من السفر او اللي بتساوي سفر. يبقى مجموعة الحل لاندي هنا الفترة المغلقة. سالب اربعة. وواحد. ازا كان? الزو تلاتة على الاربعة. حيزو سيتا تساوي تلاتة على الاربعة. حيزو سيتا. اكبر من المية وثمانين واقل من المتين وسبعين. ركزوا معاه في الجزئين المهمة ديه ده. خليك دايما في النوع المسائل اللي بالشكل ده كده يعمل حرف الاكس. اعمل ايه? حرف الاكس خوالين نقطة الاصل. بحيث لما اجي ارسم. اكون اعرف انا برسم ازاي. بمعنى. طيب نرسم بس الاول كده وركزوا مستمعي. المساح ديه. نرسم الثاني. ده كده عبارة عن مسلسين. طبعا الزوية هنا قيمة. طبعا هنا وهنا قيمة. وهنا وهنا ايه قيمة. طبعا هم خاطن دول ايه متعندين مع بعض. ايه جاية ينميل بس شوية اشتخطي الرسم انا برسم طبعا ايه بالمقص. بقول الزا سيتا عبارة عن تلاتة على الاربعة. طبعا احنا عارفين ايه ده محمر السنات الموجب. وده محمر السنات السالب. وده ودي سيتا. الزودي سيتا. ودي سيتا. ودي برضو يا. بس يعني سيتا بقى طبعا بتختلف على حسب الروابع اللي يتقع فيه. ميوة تبنين ومتنصب ازا بتقع فيه في رباية التالتة اللي هو الربي دا. يبقى رسم أني مسلس اللي انا اشتغل عليه اللي هو مسلس اللي لقاء الصغير دا. ادي سيتا بتاعته هنا عيد. وانا عندي زي سيتا تسوي مقابل على نجاور. يبقى انا عندي المقابل هنا بتلاتة والمجاور هنا باربعة. بس يسخلي بالات من الاشارات. انا نحن الذى الارباط. يتقى على محمر السلات الموجب ولا السالبة? لا. السلب اذا هتاخد اشارة سالبة? والتلاتة دي التموزل المحور وائل صلوفات موجب ولا السالبة لئ لاأدامية موزل المحار الصلوفات السالبة اذا هتاخد اشارة ايها كمان؟ سالبة. يبقى انا لدي سالب تلاتة السالبة. على السالبة الثالب الدنيا كم كم? ثلاثة على الاربعタlay? طبعا. نرجع يبقى عندي جاتا سيتا نقص. جاتا تسين نوع سيتا صباحا زواية تحولية. بعد جاتا تتحول لجا وتسين نوع سيتا تبقى في ربع الاول والجاتا في ربع الاول الموجبه. هتتحول معي لجا سيتا. طيب جاتا سيتا. انا عندي جاتا من جاور على وطب يبقى سالب اربعة. طبعا بفصة ورسة هنجيب ديك كام? خمسة. لو نجازل سالب تلاتة تربيع زياد سالب اربعة تربيع. فدينا كام خمسة. يبقى سالب اربعة على خمسة. نقص الجا سيتا بسالب تلاتة على خمسة في السالب. هيدينا موجب تلاتة على خمسة. يبقى الناتج معي مباشر بسالب واحد على كام على الخمسة. صباح? ده كده كان النموذج الاول. عشان بس وقت الفيديو ما يطولش على اكتر من كده وطبعا فيه ناس بتمل اصلا من الفيديوات الطويلة. انا بازن الله حاول اعمل الفيديو تاني لحل النموذج التاني في الجبر وحساب المسلسات. بالتوفيق والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.